نكمل أخبارنا النهاردة مارسل كولر الموديل فني للنادي الأهلي استقر استقر على إعادة محمد الشناوي حارس مارمان نادي الأهلي إلى التشكيل الأساسي بعد مباراة الترجي في إياب نهاء دوري أبطال أفراكب حسن مصدر في النادي الأهلي قال لنا أنه فيه اتفاق بين كولر وشناوي ومشيل يانكون مدارب حراس مارمان نادي الأهلي بشأن عودة الشناوي بشكل أساسي بعد انتهاء منافسات دوري أبطال أفراكب وهنا لحظة بس عايز بس أقول حاجة بعض المشجعين والجماهير من النادي الأهلي أحيان بتزعى من فكرة أنه يا جماعة أنتوا الإعلام كل شوية تتكلموا مصطفى شبير ولا الشناوي مصطفى شبير ولا شناوي شناوي ولا مصطفى شبير أنتوا كده بتعملوا بلبلة وبتعملوا مشكلة وبتعملوا أزمة بص يا جماعة أنا بس عايز أشتحلكوا جزئية بسيطة جدا أشتفهموا برضو أحيانا طبيعة شغلين بيعمل إزاي مش طبيعة شغلين إحنا كمصريين أو كإعلاميين مصريين في العالم كله لما بنتكلم في مركز حساس جدا زي حراس المرمى في نادي كبير جدا زي النادي الأهلي في بطولة أو نهائي بطولة كبيرة جدا زي دوري أبطال أفراكب ده حدث ده حدث جرق يعني حاجة مهمة مين هيلعب؟ طبيعي الإعلامي ناقش دوت ونتكلم فيه بهدوء بالعكس هو الغلط أنه نقول أنه فيه مشكلة وفيه خناقة وفيه أزمة لكن لما نقول مثلا هو مين اللي يلعب؟ محمد الشناوي وانا مصطفى شبير محمد الشناوي باسمه الكبير هو حارس مرمى منتخب مصر بقاله ست سنوات الحارس الأول في مصر بقاله ست سنوات ولا مصطفى شبير اللي هو اللي بيقدم أفضل مستوى الحارس مرمى في الكرة القدم المصرية اللي اتنين جمدين جد يعني إيه؟ يعني لو يوم السبت مثلا مرسل كولر صحي منهم قال لا أنا عايز الشناوي هو اللي بيحارس مرمى النادي الآهلي في مبارات الترجي مش هيبقى قرار غلط لو قال مصطفى شبير هو اللي هيبقى حارس مرمى النادي الآهلي قدام الترجي مش هيبقى قرار غلط خد بقى لأكتر من كده 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 مركز حراس المرمى ده مركز دايما بيبقى فيه ظلم كبير جدا جدا ليه؟ ته عندك مثلا محمد الشناوي خرج من الملعب بسبب إصابة مش بسبب هبوط في المستوى فأنا دي حاجة قدرية مش من المفترض أنا لو محمد شناوي هقولي نفسي إيه؟ مش من المفترض اللي أنا أتعاقب اللي أنا أفضل على الدكة عشان الله خرجت إصابة وأنا بقادي دوري بشكل ممتاز فلما أرجع المفترض ألعب حقه طيب مصطفى شبير لو سألت هيقولك طيب أنا كنت مستني الفرصة ولما جاتلي أنا مسكت فيها بإيدي وإسناني فحقي أفضل المكمل في حراسة المرمى حقك بس كده كده في واحد هيتظلم لازم هيتظلم يعني ساعتها لما واحد يقضي على الدكة مش نقول ده القرار الأحسن إحنا من هنا واحد مظلوم كده كده واحد ديك مثال بسيط جد جدا يعني مانشستر سيتي عندهم إدرس واحد من أحسن حراس في العالم الحارس البديل بتاعهم أورتيجا يقال عنه في الصحافة في العالم إنه ده أفضل حارس بديل في العالم الراجل لما نزل في المباراة مع مانشستر سيتي قدام توتنهام شالكورة كسبت مانشستر سيتي الدوري تمام بس أنا برضو كمدير فني اللي أنا بيب جورديولا مثلا وإدرسون ده واحد من أفضل حراس مرمى في العالم والتيجا لو خد مكان إدرسون هيبقى واحد من أحسن حراس مرمى في العالم فكده كده فيه واحد مظلوم دايما في حراس المرمى مركز صعب كمان فيه روتشن طول الوقت محمد عواد ومحمد صبحي في الزمالك لاثنين مستواتهم قريبة جدا بس لازم واحد يقضع الدكة وواحد يلعب أساسي تمام موضوع دايما مش خناقة ولا أزمة والميزة في الأهلي إن الشناوي وشوبير فعلا بيحبوا بعض جدا بس الطبيعة الحالكوا لو حافظهم عايز يلعب ما مش معلنا أنت صاحبي وحبيبي إن أنا عايزي أعود على الدكة لا أنا عايزي ألعب أنا كمان طبيعة يعني منافسة محترمة ومنافسة يعني في مصلحة النجلات بيحكي